أهلاً عزائي مشاهدين في قناة تحليل الشطرنج 64 نعطي في هذا الفيديو ثلاثة أمثلة لحالات يتوفر فيها للعب الأبيض حركة جيدة إلا أن اللعب الأبيض يتمهل قليلاً ويبحث عن حركة أفضل مما يحقق له مكسب مادي أفضل أو الفوز بكشمات نبدأ بالمثال الأول دور اللعب الأسود يأكل بالوزير الأسود الحصان G3 بعد ذلك أكل الوزير الأبيض الوزير الأسود والآن يتحرك الفيل الأسود ويأكل الوزير الأبيض ويتوفر لدى اللعب الأبيض حركة جيدة وهي أن يأكل بالفيل E1 الفيل الأسود إلا أن اللعب الأبيض يبحث عن حركة أفضل ويكتشف الحركة المتوفرة وهي تحريك القلعة وتهديد الملك الأسود كشمات ويفوز اللعب الأبيض باللعبة ننتقل للمثال الثاني دور اللعب الأبيض يتوفر لدى اللعب الأبيض حركة جيدة وهي أن يأكل بالجندي F3 الفيل G4 إلا أنه يكتشف حركة أفضل وهي تهديد الملك بالقلعة كش ملك والحركة الوحيدة المتوفرة للعب الأسود هي تحريك الفيل إلى C8 بعد ذلك تأكل القلعة الفيل الأسود كش ملك والآن يأكل ملك القلعة وأخيرا يقوم الوزير الأبيض بتهديد الملك الأسود وتنتهي اللعبة بكش مات وفوز اللاعب الأبيض ننتقل للمثال رقم ثلاثة دور اللاعب الأسود يأكل بالقلعة E6 القلعة E3 ويتوفر لدى اللاعب الأبيض فرصة للتعادل وذلك بأن يأكل القلعة E3 إلا أن اللاعب الأبيض يتمهل قليلا ثم يلعب الحركة المفاجئة بالحصان كش ملك ويهدد الملك الأسود والوزير الأسود في وقت واحد ولا يستطيع الجندي G7 أن يأكل الحصان بسبب الوزير الأبيض وسيفوز اللاعب الأبيض بالوزير الأسود ومع مراعاة اللعب الجيد سيفوز اللاعب الأبيض باللعبة حسنا وصلنا لنهاية هذا الدرس ولكن تذكروا عندما تلاحظون حركة جيدة في أحد ألعابكم تمهلوا قليلا وابحثوا عن حركة أفضل فقد يكون بإمكانكم الفوز بمكسب مادي أكبر أو الفوز بكشمات والفوز باللعبة أتمنى أن يكون قد عجبكم المقطع ولا تنسوا شير وسبسكرايب ولايك كما يمكنكم متابعتنا على حساب الإنستغرام تحليل الشطرنج 64 شكرا على المتابعة وأراكم في مقطع قادم بإذن الله